يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا كل التحية لكل الأهلوية في ذكرى الحقيقة يوم غالي قوي على لبنة تاريخ 27 نوفمبر واحد من التاريخ اللي مش هينساها أبدا جماهير النادي الأهلي أربع أرقام برضو مش ممكن ننساهم 85-45 كانت اللحظة الحاسمة مش قصة تتويج ببطولة ولقب غالي هو اللقب المفضل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي لقب دوري الأبطال لكنها بتهيألي يعني كانت لحظة فاصلة لحظة أكد فيها النادي الأهلي أنه ملك ملوك القارة وأنه قارة أفريقيا كلها مش بس مصر ما يصلحش أن احنا نطلق عليها قصة القطبين في أفريقيا وفي مصر قطب أوحد هو النادي الأهلي وكل الفرق مع كامل الاحترام والتأدير مجرد منافسين هي اللحظة اللي خلدت فيها أو خلت فيها نجوم النادي الأهلي تاريخ عظيم لحظة لن تنسى النجمة التسعة بالنسبة للأهلوية لقب في حتة تانية ويمكن يكون أعظم إنجازات بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي واللي كتب اسمه وسجل اسمه فيها بحروف من نور هل بس عشان كان المنافس في البطولة دي أو في اللقب ده نادي الزمالك ممكن ده يكون جزء من السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية هل كانت النجمة التسعة في حد ذاتها بعد غياب لفترة طويلة مهمة بالنسبة للجمهير بالتأكيد برضو ممكن يكون جزء من الأسباب الرئيسية هل فكرة أنك أنت تأكد على جدرتك وعلى تصدرك لأهم بطولة في بطولات الأفريقية برضو ممكن يكون جزء من السبب الحقيقي وممكن بفتكر لما برجع في لاشباك مع تجاوز الأهلي للوداد زهابا وإيابا في الدور قبل النهائي كان في الوقت ده الزمالك بيواجه الرجاء المغربي كان دويتهين مصري مغربي سباق مصري مغربي في الدور قبل النهائي واحدة من المرات الأوليلة جدا جدا اللي اتمنيت فيها فوز الزمالك وتخطيه لعقبة الرجاء عشان يواجه الندي الأهلي في لقب وعلى لقب ونهائي سميه في الوقت ده بنهائي القرن وقد كان من بعد البطولة دي نقطة ومن أول السطر من بعد البطولة دي كل اللي قبلها في حتة واللي بعدها في حتة تانية خالص عشان بعد البطولة دي وبعد اللقب وبعد النجمة التسعة خلص كل الكلام وأصبح الحقيقة جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي في حتة تانية خالص تأكيد على أنه الأهلي في الألفية الجديدة هو سيد القرى بدون منازع عشان كده التسعة بتوقيت الأهلي كان اللقب الأغلى على قلوب الأهلوية اشتركوا في القناة